أرض الوفاء أرض الفخر والمعالي بسمك قطار بين الأمم رفع الروح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا ومستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدانا حق الإنسان في الحصول على التعليم حق مقدس لا يجب أن يكون لظروف الإنسان الخاصة سلطان عليه ومن هنا جاءت فكرة التعليم عن بعد حلقتنا اليوم راح تكون عن التعليم عن بعد ما له وما عليه تابعوا تعريف التعلم عن بعد واقع التعلم عن بعد في قطر الشروط والضوابط اللازمة للنظام تعلم عن بعد ناجح مساءكم خير ضيفاتي العزيزات وأنا سعيد أني أنا ألتقيكم في موضوع مهم مثل موضوع التعليم عن بعد اللي أنا متأكدة أن كثير من الناس ينتظرون التحدث عنه بشغف لكن قبل ما ندخل في التفاصيل أحب أعرف المشاهدين عليكم معنا الدكتورة أمينا العمادي أهلاً وسهلاً في جديكتورة يا أهلاً ومرحبا دكتورة وشكراً على استضافتكم لي شكراً دكتورة معنا مونة اليعقوب أهلاً وسهلاً في جديد يا أهلاً ومرحبا مساء الله بالخير ندخل في تفاصيل التعليم عن بعد وكل واحدة منكم الحمد لله عندها من الخلفية المهنية والمعرفية ما يكفي لتزويد الناس بفكرة التعليم عن بعد طبعاً مثل ما ذكرت في المقدمة هو ضمان لحق الإنسان في التعليم لأن حق الإنسان في التعليم حق فضري دكتورة التعليم عن بعد في أبسط تعريف شو تعرفينه؟ التعليم عن بعد هي وسيلة تعليم غير عن الوسيلة التقليدية طبعاً التعليم عن بعد يعتمد محاورة على ثلاثة وأربعة تقريباً اللي هم الاعتماد على المنهاج والمعلم والطالب والفصل نفس الشي التعليم عن بعد الفصل والطالب والمنهاج والمعلم بس شلون الفصول افتراضية يعني فصول طبعا انتي عارفة التطور التكنولوجي اللي احنا ما نقدر ان احنا نمنع نفسنا عنه غصب طيب دشيننا فيه سواء عن طريق السوشال ميديا المواقع التواصل المواقع العادية الانترنت جميع المواقع هذي قاعد تجبرك انك انت تتعلم فبالتالي احنا يعني اذا ما يعلمت نفسك وطورت نفسك فما رح تواكب المجتمع اللي الخارجي او حتى المجتمع المحيط حواليك سواء الاسرة يعني حتى على مستوى الاسرة اولادك الان عندهم وسائل التواصل الاجتماعي غصب على اولياء الامور انهم يدخلون ويتعلمون ويطورون من نفسهم عساس يقدرون حتى لو على مستوى المراقبة يعني ان انت تعرف من اصدقاء او من قاعد يتكلم وشنو الوسائل اللي هو قاعد يستخدمها يعني الان حين دكتورة التعليم عن بعد يشبه التعليم التقليدي في يعني توفر عدة امور اللي هي الامور الاساسية للتعليم اي لانها نفس الجامعات معلم معلم ومنهج ومنهج وبيئة صفية بيئة بس طبعا ما تكون صفية هي ما هي صفية بس طفوف افتراضية يعني مثلا على سبيل المثال ايبلتش انه الان التعليم عن بعد الطالب عنده الباسورد واليوزرنام لو الرقم اللي يدخل فيه والرقم السري اللي يحط عساس انه صفحتها وما حد يقدر يدش فيها غيرها طبعا على الصفحة هاي فيه كل شيء فيه برامجة وموادها والكلية مالتا والجدول مالا ومتاوقات الامتحانات والتطبيقات والاسئلة وفيه ايضا الجدول اللي هو الصف الافتراضي او نقول المجموعات يعني مثلا انا في قطر الاخ الثاني في البحرين اللي قابله في السعودية مصر كذا كلنا في نفس التوقيت نحضر نفس البرنامج لكن كل واحد فينا من مكان الاستاذ واحد وقاعد يدرس ويكلمك وتكلمه ويقول والله الآن يانا سؤال من البحرين وذاك الثاني يقول خلينا اول شي نجاوب على السؤال للطالب اللي يانا في البحرين يقول كذا يعني حتى التفاعل متواجد تفاعل متواجد يعني هو صف افتراضي فقط انما هو عن طريق الفيديو كونفرنس عن طريق السكايب عن طريق يعني شاو قولتش جميل يعني هذه الاصول وهذه الاسس منا اللي تقول عنها هي المقومات الاساسية للتعليم المعلم منها ومنهج ورسالة التعليم بتكون الرسالة اللي بيقدمها المعلم للمتعلم انا عرف ان انتي من اكثر مشجعي لاستخدام التكنولوجيا بشكل عام والتعليم عن بعد جزء مهم في التكنولوجيا في التكنولوجيا صح؟ شنو ايجابياتها؟ ايجابياتها يعني اصالة المعلومة بطريقة مبسطة بطريقة سهلة ما تحتاج ما تطلب اقل شيء يعني جهد كبير وانتي مكانت قاعدة توصلت المعلومة ما تحتاجين انت انت تسافرين ما تحتاجين انت انت تتخلين عن وظيفتك المهنية ممكن الناس اللي الطموحة يعني تزاولين عملت في المقابل انت تكملين دراستك في تطوير وظيفتك في تطوير مستقبلت يعني الحين ما في حجة ابدا لأي شخص يقول انا ظروفي تمنعني من استكمال تعليمي او ظروفي منعتني من استكمال تعليمي لا ابدا كل الوثائل متوفرة التعليم عن بعد جاء لكي يحل هذا الموضوع او يحل هاي المشكلة على اساس يوصل التعليم للاشخاص الى اماكنهم زل دكتورة عفوا الجودة ويمحي الامية الامية صحيح الاجودة دكتورة جودة التعليم عن بعد يعني انتي جودة التعليم مربوطة بجودة الجامعات يعني انا الحين المجلس الالاء او مثلا نقول وزارة التعليم والتعليم العالي طبعا احنا ناطرين الحين تطرح عسامي الجامعات واتمنى ان من ضمن الجامعات اللي تبغي تطرحها تطرح ايضا جامعات عربية لها سمعة ولها قوامة ولها تاريخ مشرف منذ سنين فامثال طبعا جامعة القاهرة جامعة الاسكندرية جامعة عين شمس يعني الجامعات الكبيرة الموجودة بالاضافة طبعا الى الجامعات الدول مثلا اتكلم انا عن مصر كانت ممكن جامعات في الاردن جامعات في اليمن جامعات في السودان لها تاريخ ولها جذور يعني منذ الأزل فهذه الجامعات خلاص عندها خبرة وفي هاي الجامعات نفسهم عندهم نظام التعليم عن بعد يعني نفس المنهج هم قاعدين يعطونا حق الطلبة اللي هم قاعدين يدومون ويعطونا حق الطلبة اللي قاعدين في البيوت يعني كأن التعليم هو صاير مثل الديليفر يلخين وصلى لين البيت بس هو نفس التعليم نفس الكتاب نفس المنهاج حتى الأسئلة احنا يعني بتوصل الأسئلة حق الطلبة النظاميين أحيانا اتينا أسئلة منذ سنوات يعني اللي هي مش فيها يعطونك مراجعات أسئلة سنوات سابقة أسئلة النظاميين قاعدين يحلونها ليش لأنه هو نفس الكتابة ونفس المنهاج هو أجمل شي ذكرت الدكتورة شوي أن التفاعل موجود وهذا الأمر اللي كان مقلق يعني التفاعل موجود بين الأستاذ وبين بس يمكن يعني ما دري منا هو يعني الأستاذ يعني يقدر يعرف انطباع الطالب الآن يقرأ عينه يقرأ تفاصيله ترى مهمة وايد في التعليم هذه صحيح لا تتبعي احنا مثل ما قلنا هاي التعليم عن بعد هو العلم الحديث والقديم من زمان احنا يعني هاي التعليم مش شي جديد على المجتمع بحد ذاته هو قديم يعني احنا نتعلم من فيديو نتعلم من من الفيلم كامل قصير من السوشيال ميديا يعني بشكل الأستاذ متواجد يرد عليه فيديو يكلم فيديو يعني ما يحتاج انه انا اتواصل معات حين تكنولوجيا كلها فيديو اكلمت ممكن اقدر استشف منك السؤال ممكن اعرف ضعف هذا الطالب في اي جهة يعني كل الجامعات متاحة انه يشوفه اغلب الجامعات ايوا الاطراف الجفعة الجفعة عظيم جيد دكتورة امينة وافق مجلس الوزراء على اقرار التعلم عن بعد وطبعا هذا القرار كان لا يعني اصداء متفاوتة شنو رايش في القرار هذا والله القرار هاي احنا كنا منتظرينا من سنين القرار كان يعني دش كل بيت تقولين كان بمثابة عرس وقع طبعا مثل ما قلت دكتورة سعيد واصداء سعيدة جدا 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 ونتمنى انه فعلا يحطون اخواننا في الوزارة المعايير ويختارون الجامعات اللي فعلا جامعات قوية جامعات لها تاريخ ولها جذور ولها خبرات سنوات طويلة احنا نتمنى فعلا ان هاي الجامعات الابتراضية او الجامعات اللي مثل ما نسميهم ماسكينها تجار الشنطة هاي كلها نبغي يختفي نبغي يختفي مو باي حد يقال والله انا عندي الجامعة الفلانية وتلاقيها اساسا الجامعة ما لها وجود انا اتوقع ان مع هالطفرة في الاهتمام بالتعليم في قطر والحرص انا اتوقع ايضا انها سيكون في حرص شديد لها معايير انا اتوقع ايضا انها سيكون حرص شديد وتأخير الموضوع لوضع المعايير صحيح والحكيمة والسليمة يعني في اختيار الجامعات صحيح حسب وزارة التربية وكل شيء سبحان الله مع التجريب ايضا هو قابل للاخذ والاعطفة هو تأخير قطر في اعتماد هاي البرامج يعني لانه وضع خطة يعني دراسة التجارب السابقة في الدول المجاورة ومدى فعالياتها وكيف ردودها على المجتمع نفسه ومدى الانتاجية يعني مخرجات هذه البرامج ايش فعالات في المجتمع يمكن ايش اعطات يمكن لو شفنا مع بعض ايضا تقرير الصورة عندنا تكون اوضح اقرب ايضا للمشاهدين بس شوفوا معنا موسيقى معادلة ارتشهاداتي اصلا هي عبارة عن اصدار قرار للشهادة موضوع المعادلة ماذا تكافئ من الشهادات الدراسية المعتمدة في دولة قطر اما الفئة المستهدفة طبعا من المعادلة هي جميع الطلاب المتخرجين والذين درسوا على نفقتهم الخاصة او الذين درسوا على نفقة جهات عملهم اما الطلاب الذين بتعثوا من خلال وزارة التعليم والتعليم العالي فهؤلاء لا يحتاج لا تحتاج شهاداتهم الا من عادلة الشكلت لجنة معادلة الشهادات منذ بدايات وزارة التربية والتعليم واول لجنة صدر لها لائحة داخلية للنظام معادلة الشهادات كان عام 1983 بموجب قرار وزاري رقم 44 اما لجنة معادلات الحالية فقد شكلت عام 2014 الشروط الواجب توفرها في المؤهل التعليمي في دولة قطر هناك عدة شروط طبعا اولها يجب ان يكون هناك خطاب رسمي من جهة رسمية او شبه رسمية تطلب المعادلة حتى نستطيع مخاطبة هذه الجهة اما من ناحية الشروط فهي تعبئة الاستبارة المطلوبة اصل البطاقة الشخصية وصورة من الجواز السفر او صورة عن وكذلك النسخة الاصلية من الشهادات اللي حاصل عليها الطالب وكشوف الدرجات وكذلك مطلوب ايضا نسخ من التأشيرات الدراسية للطالب وشهادة اللغة والشهادة التأسيسية هذه بشكل مختصر من الطلبات المعادلة طبعا اصدارت وزارة التعليم والتعليم العالي لقائمة الجامعات الموصبة بها في يناير 2015 هذه اول نسخة كانت تم اصدارها فاي طالب يدرس على النفقة الخاصة او على الجهات عملهم بعد واحد واحد 2015 يطلب منه ان يحصل على موافقة مسبقة قبل ان يشرع بالدراسة اما بالنسبة للطلاب الذين درسوا قبل واحد واحد 2015 هناك العديد من الشهادات تم معادلتها فيتم القياس على هذه المعادلات التي تمت بالسابق نحن نوصي دائما للطلاب الذين يدرسوننا انهم يلتحقون بهذه الجامعات ويتأكدون انهم يلتحقوا في الجامعات الام وليس فرود واذا يلتحقوا بفرع من جامعات لها شروط ان تكون هذا الفرع المؤسسة التعليمية معتمدة من المؤسسة الام ولها اعتماد اكاديمي ولها ترخيص من جهات الرسمية في بلد المقر فالقائمة موجودة ايضا وتضم القائمة حوالي 2500 جامعة او مؤسسة تعليمية في كافة دولها او معظم دولها في النهاية اؤكد على ان معادلة الشهادات في دولة قطر تعتبر صمام امان لدولة قطر ومواطنينها والمقيمين عليها ونأمل للجميع الجارسين بالخارج النجاح والتوفيق بإذن الله اي رغبة اي رغبة هي يعني هي تصب في التعليم الصراحة صاحبها يحترم ان كان بيتعلم في البيت ان كان هو اصلا كبير في السن ويسعى لمحول امية ان كان ان كان اي شخص يسعى لانه ينور نفسه بالتعليم في جامعة في اي مكان صراحة هو يستحق الاحترام لان هذه الحضارة دكتورة حضرتك وكيل الجامعة المفتوحة في القاهرة وعدت جامعات ايضا ايش اللي خلتش تهتمين بهاي الموضوع والله اللي خلاني اهتم في الموضوع هي معاناتي انا انا يعني تعرضت للغربة سفرت للقاهرة ودراست هذا بالاضافة الى يعني المتطلبات المادية ويعني يحصل هناك بعد نفسي وبعد اسري حاجات كثيرة تتعرض لها بالذات المرأة يمكن الرجل يعني شوية وايد اخاف من المرأة لكن بالذات المرأة ممكن تتعرض لامور كثيرة اولا بيئة غير بيئتها مجتمع غير مجتمعها جاية من مجتمع آخر على اساس تتلقى التعليم اه الى ذلك ان العادات والتقاليد احيانا تمنع الفتاة من السفر او تمنع ان مثلا تسافر وتاخذ العلم او تتعلم فمن هذا الجانب او من يعني بسبب هذا الوضع اللي انا كنت فيه والمعاناة اللي انا قاسيته حبيت اني انا اجيب التعليم عن بعد لبنات بلدي قبل ما يكون يعني اني يكون لي انا في غرب مثلا نفسي او مادي حبيت اتجنب الفتاة الغربة اللي انا قاسيتها حبيت اتجنب الفتاة اي نوع من البهدلة او اي نوع من يعني يعني الضيق او احيانا احيانا ابتزاز مادي احيانا تتكبدين مبالغ في الاستئجار الفنادق في الامور الاخرى يعني هذا بالاضافة الى السيدة اللي عندها اطفال ومرتبطة وعندها زوج وعندها كذا امور كثيرة ضغط نفسي ضغط نفسي وعندها رغبة انها تكمل تعليمها اي فحرام تنحرم حرام انها تنحرم وفي نفس الوقت حرام انه هاي الرغبة احنا نكبتها فيها بسبب بسبب التزام مادي بسبب التزام معناوي بسبب التزام اثري بسبب التزام العمل جميل يعني دكتور انت بالورتي تجربتك في يعني في خدمة للاخرين وهذه شيء نبيل وتشكرين عليه مولا انت ايضا كنت مهمومة بهم معين يعني مثل ما فهمت منك انه عدم وجود التجربة ذات ايوا انت بالحاج فقدتيها فحبيتي ايضا تنفعين الناس انا انا وظفت عملية البعد عن بعد تعليم عن بعد في مجال التدريب فيما بعد بعد ما تخلصين دراسة انت تحتاجين لتتأهلين نفس الوظيفة المعينة الموظف يطلب عدة دورات خلال السنة اثناء مهنة تعرفين احنا في تطور دائم يعني في المجال الالكتروني في المجال الانترنت حين التطوير الرقمي تطوير في كل مجالات الحياة ففيما بعد لما انا اتخرج من الجامعة واهل نفسي حق الوظيفة انا وظفت عملية التعليم عن بعد في مجال التدريب جميل ايوا ففيه برامج عدة الموظف يقدر ياخذها وهو اثناء عمله واثناء ما يحتاج انه هو يطلع برا المكتب يأدي عمله مجرد ساعة او ساعتين بصفتي الدربين ولكن عن بعد ما تضطرين الناس ايضا انه تجي تتدرب امامك او انه يغيب اثناء عمله يعني استثمرتي الفكرة ايه استثمار الفكرة شي جميل وايضا حتى نكون اكثر شفافية الصراحة وهي هدفنا يعني ان احنا ننقل تجاربنا بجمالها وايضا بالجانب اللي ممكن يعني يحتاج الحذر فيها ما بقول بقبحة عشان يكون التجربة يمكن ما يكون فيها قبح لكن فيه اشياء اكيد تحتاج الحذر بنرجع لها نتكلم دكتورة لكن بعدها الفاصل اشتركوا في القناة رجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا مستمرين معاكم في حلقتنا عن التعليم عن بعد ومعانا ضيفاتنا في الستيوديو الدكتورة امينة احنا قلنا ان احنا نبي نتكلم بشفافية صحيح ان الفكرة هذه فكرة تضمن للانسان حق التعليم وفيها ايجابيات كثيرة جدا لكن ما في شيء في الدنيا فيه ايجابيات بس فيه ايجابيات وفيه سلبيات فخلينا نتكلم ايضا بصراحة من واقع تجربتج ايش هي السلبيات اللي ممكن يعني تكون نتيجة اختيار هذا الموضوع اول شي قبل ما نتكلم عن السلبيات خليني انا اوضح لك حاجة احنا لسنا بعيدين عن الانتساب او التعليم عن بعد من زمان احنا قاعدين نمارسه ايشلون انتي لو لو تلاحظين معاي الطلاب اللي هم المراحل الاولى اللي هم في العداد وفي الثانوي في كثير منهم يتزوج او مثلا يشتغل او كذا ويروح يكمل منازل طب ايش الفرق بين المنازل والتعليم عن بعد او التعليم المنازل ياخذ كتاب ويجيب لمدرسين ويدرس ويروح يمتحن صحيح انزين اهني نفس الشي قاعد يدرس ويشوف عن طريق بس الالات والتقنيات هي اللي اختلفت السلبيات اقدر اقول اذا انا ما نقيت جامعة عريقة يعني هي نفس السلبية اللي في التقليد لانه طبعا لان الجامعة الجامعة المحترمة ما ترضى على نفسها انها تطلع شهادات يعني مثل ما نسمع نسمع عن الاخرين نقول لك والله شهادات مزورة شهادات يعني شذي معطينهم بدون دراسة هذا الحتي مش سليم هذا الحتي اظن ان الكلام هذا اللي طلعه طالب اساسا ما يسعى لنا يعلم نفسه فيحبط الاخرين وماشاء الله احنا عندنا بيئة خصبة جدا خلي واحد يقول ما ببي ادرس او مثلا لا والله الجامعة مش معتمدة تلاقي الكل يتكلم ودائما نحن نقول الخير يخص والشر هو اللي يعمل صحيح بس دكتورة انا ما نعتبر اختيار الجامعة يعني امر يعني خاص بمسألة التعليم عن بعد فقط لان اختيار الجامعة هذه سلبية موجودة في التعليم التقليدي وهي نفس السلبية موجودة في التعليم عن بعد احنا بنعرف التعليم عن بعد هذا لازم يكون الطالب اللي راح يختار انه يتعلم بهذا الشكل لابد ان يدرك انه فيه اشياء راح يفتقدها يا دكتورة يفتقد وشو اذا كان الحوار موجود بين الاستاذ وبين الطالب اذا كان الطالب عنده صفحة خاصة به يدخل ويأخذ منه اللي يبي فيديوهات تعليمية موجودة محاضرات مكتوبة محاضرات مسجلة بالفيديو سكايب الطالع المدرس محطوط جدول وبرنامج زمني في تواجد الكل مثل ما شرحت في السابق ان كل منهم في منطقة معينة واحد من البحرين والثاني من السعودية والثالث من مصر وكلهم في فصل افتراضي واحد وفي نفس الزمن ونفس التوقيت قاعدين يشرح لهم درس واحد كأن انت في قاعة بس هذي قاعة افتراضية يعني انت قاعدة في البيت وقاعدة تحضرين ومعاتش ناس وايدين بس من دول مختلفة لكن قاعدين تدرسون وتحضرون محاضرة واحدة دكتورة انا افهم من كلامج انت مقتنعة تمام الاقتناع بالفكرة وتشوفين ان ما فيها سلبيات هذا اللي انا فهمت من كلامج بالعكس انت شوفين ان الايجابيات اكثر طيب خلينا نشوف مونة انا اختلف شوي مع الدكتورة في جانب سلبي مش من البرنامج الموضوع ولا من الجامعة اللي طارحة هاي بالبرنامج المشكلة تجي في الطالب في تلقي المعلومة في اي مكان انت لما تروح انت تتعلمين داتي طبعا تعليمك الداتي ياخذ فترة اطول من التعليم المباشر مثلا او التعليم التقليدي حسب ما احنا نقول وطبعا الطالب في اختيار التخصص مثلا قلت انا باختار هذا التخصص حسب معرفتي بزملائي او هذا انه اسهل طريق يعني انه اسهل واحد في الحقيقة يعني حسب البرنامج التعليم عن بعض جدا صعب عن التعليم التقليدي هو اصعب بعد واصعب اصعب عن التعليم العادي لان التعليم العادي عندك الاسطاد باي وقت ممكن تروحي له هذا يعتمد 80% منه على الطالب غير تشدي انه تعليم عن بعد ناجح سبب لان الطالب هو اللي يختار التخصص بس ما نمتلنا احنا نقول لهم عزوف مبقنا علشان المجموعة هذه تسكرت اضطريت انا ادش المجموعة الثانية لا هنا انت تختارين التخصص اللي انت تحبينا فاذا انت تختارين التخصص اللي انت تحبينا رح تبدعين فيه ورح تعطينا كل دكتورة دكتورة يعني احنا مثلا في الجامعة ومن منطلق انا اكلمكم منطلق انا شغلي اليومي في الجامعة الطالب مثلا نعرف الدكتور على الطلوع بطلبته يعرف منه الضعيف من داخل من الصف ما ينتظر الامتحانات من الصف من الاداء من المشاركات يعرف منه الضعيف يعني يتبنى يحاول يقوي نطرح لهم دورات تدريبية نطرح لهم مرش في جوانب يعني انا بس ليش الهدف يعني احنا قلنا ان التعليم عن بعد هذا للضرورة المفروض يكون وهو الخيار الثاني مش الخيار الأول أنا أخشى فقط أنه الآن يفهم منه الخيار الأول دكتورة لسبب البيئة الجامعية دكتورة تذكري كانت بيئة جميلة يعني فيها ألفة الصداقات العلاقات الأشياء هذه دكتورة احترامي لج احنا ما رح نلغي البيئة الجامعية أنا حتى أنا حتى يعني هو كفكرة هي مثلا اتاحة الفرصة للناس اللي لا فقدم التعليم عشانيا يقول لج التعليم سواء سبب مثلا زواج مبكر عمل مبكر أي ظرف دكتورة يعني أي ظرف دكتورة أنا عشان شي كنت أقول لج دكتورة أن اللي ما عنده ظرف يعني لا يحط له ظروف أو يتسبب ظروف معينة أو يقول أنا عندي ظروف عشان يلتحق ايه واحنا ما نقول لنا صعب عشان أننا احنا مثلا نعطيهم عزوف عن هذا المجال لا بس مش بالسهولة اللي أهم متخيلينها يعني تعليم عن بعض لمعايير لوائح معينة يعني مش مثل ما تقولين لا شروط معينة في قبول الطالب مش أي طالب حتى يقدر هل تحبرت شي يعني اعتقد الظوابط المعايير هنا ما وضعت لحد 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 هل أنت تحبرت شي من الدول الأخرى بس نبين عرف كذي يعني بشكل عام بعض الظوابط في بعض الجامعات تطلب في اجتياز امتحان قبول الجامعة مقابلات شخصية مقابلات شخصية أيوة في اجتياز امتحان حتى اللغة مهمة إذا كان الجامعة تستخدم لغة لغة أخرى الأجنبية أيوة في معايير معينة حتى حسب التخصص الامتحانات تختلف حسب التخصصات المطروحة أيوة فعلشان تذي في بعض التخصصات نفس الكلام عندنا إحنا في الغاهرة بعض التخصصات تطلب مقابلة شخصية المقابلة بتتم عن طريق الكمبيوتر عن طريق برنامج السكايب والطالب والأستاذ يشرحون حق بعض أنت تقولين طب هانش دراني أن هاي هو الأستاذ الجهة المعتمدة اللي ماخذ منها الوكالة من الجامعة هذه هي جهة ثقة بالنسبة للجامعة يعني أنا مثلا تيني تقولين مثلا أنت طالبة تبغيين تدرسين خلاص هم واضقين النامين العمادي هي خلاص يعني انبلها هاي هي نفس الشخص اللي قاعد يمتحنا الحين وطبعا غير تشدي فيه الأوراق الثبوتية احنا بنرسل صورة شخصية صورة من الجواز صورة من البطاقة الشخصية والصورة من المؤهل الشهادة الثانوية مصدقة من جميع الجهات الرسمية نوديها للجامعة تتحقق من الأوراق وتشوف أيضا تقارن بين الشخص اللي قاعد تشوفه مقابلة في السكايب في بعض التخصصات مثل كليات التربية عندنا لابي لمقابلة شخصية كليات الإعلام كليات دار العلوم كليات الآداء بلغة إنجليزية تشوفون حتى يسئلون أنت ليش تبغي تدشها التخصص جميل جميل ليش تحب جميل إذن إشرايكم الآن أيضا نطلع على تجربة جامعة قطر في التعليم عن بعد من خلال هذا التقرير تفضلوا معي اشتركوا في القناة انتهجت الجامعة بالبدء في تدريس بعض مقرراتها عن بعد في خريف 2013 وبدأنا في حقيقة الأمر بمقرر الدعوة والثقافة الإسلامية 111 كتجربة أولى في جامعة قطر ومن ثم تم طرح بعض المقررات الأخرى فبالتالي بدأت الجامعة بنظرتها للعملية التعليمية المتبعة عالميا ودخلت في هذا الإطار بحيث أنها سايرت التقدم وسايرت مسألات التقنية وسايرت مسألات التعليم عن بعد كلية في حقيقة الأمر قيمت برنامج الدعوة 111 اللي هي مقرر الثقافة الإسلامية والتعليم عن بعد طبعا التقييم اللي انتهت إليه الدراسة تعلق بعدة جوانب الجانب الأول بعض الإشكاليات تتحملها الجامعة وبإداراتها البعض آخر تتحملها الكلية البعض الثالث والأكثر يتحملها الطالب فيما يتعلق بالطالب أن الطالب حتى الآن ما عنده القدرة الوافية والمستوعبة للتسجيل عن بعد في متابعة المحاضرات وكيفية الدخول إليها لأنها تجربة جديدة على الطالب والطالبة وبالتالي عندهم تخوف من هذا الجانب الأمر الآخر أن إدارة الجامعة حتى الآن ما استطاعت أنها توفر المكانية الشاملة والمستوفى لمسألة العملية التعليمية عن بعد فبالتالي هم يقومون بدراسات مستوفى لهذا الجانب التغلب على هذه الإشكالية سواء كانت تعلق بالطالب أو بإدارات الجامعة أو أنها كانت تعلق بالعملية التعليمية الخاصة بعضا هيئة التدريس عندما تم طرح البرنامج 70% تعليم عن بعد و30% حضور الهدف من ذلك بعض المواضيع والقضايا في المقررات تطلب الحضور الدائم وجها لوجه فبالتالي يعني الجامعة راعت هذا الجانب بعض المقررات مثلا وهي أغلبها في حقيقة الأمر يعني لا تطلب التواجد وجها لوجه أو التواجد في قاعة الدرس وبناء عليه تم تقسيم هذه النسبة بين 70% إلى 30% وخاصة أنها تجربة يعني ما زالت حتى الآن في مهدي عن صح التعبير طرح البرنامج أو برامج عديدة متكاملة عن طريق أونلاين حتى الآن الجامعة لم تقدم على مثل هذا الأمر لكن فيما بعد يعني أعتقد أن الجامعة الآن في مرحلة وطور الدراسة وتقييم العملية من خلال هذه المقاررات التي ذكرتها ولا يفوتني في هذا الجانب أن أذكر أن كليات الشريعة مجلس التعاون الخليجي يعني الكل تقريبا على حرص أو على اهتمام إلى أن يقفوا على تجربة وخبرة كلية الشريعة بجامعة قطر تجاه التدريس عن بعد تشكر جامعة قطر وجميع الجامعات التي تحاول يعني منح حق التعليم لكل فرد في المجتمع صراحة أنا سعيدة أول مرة أسمع الحين أن جامعة قطر فاتح التعليم عن بعد أنت ما تعرفين أنا شكثر فرحتي لأن أنا في مقال سابق طالبت من جامعة قطر أنها تفتح التعليم عن بعد لأن حسيت أن الطالبة أول ما تسجل على طول يقولون المجموعات انترست أو المجموعات اغلقت أو المدرجات خلاص أصبحت مكتظة بالطالبات وما فيها مكان فاقترحت عليهم وعلى أيام الله يذكرها بالخير الدكتورة شيقة المسند وطلعت فعلا في لقاء وقالت أننا فعلا نبغي نفتح تعليم عن بعد مدام أن المقرر موجود عندنا والأساتذة موجودين ليش ما نفتح التعليم عن بعد على الأقل نحاول أن نخلي الكل اللي ما قدر يأخذ التعليم بيأخذ فأثلجني وهذا الحجي كان من زمان والحين أنا صراحة سعيدة جدا من تقرير إذا نحن نقول بعد شكرا لكل الأقلام المهمومة بشؤون الوطن وبشؤون التعليم والتي تكتب للمصلحة العامة شكرا لك دكتورة الله يخلي أنا في شيء هاجس يشغلني وأفكر فيه كثير في هاي الموضوع وأنا يعني بكونكم أنتوا داخلين في المجال بحب وباقتناع أبقى أسألكم فيه أنتوا تعرفون أن الطالب الجامعي يعني شخصيته شخصية المواطنة فيه تبنى على أساس العلم والمعرفة والوجدان بالضبط والجانب الوجداني كثير تهتم في جامعة قطر بالذات لأنها الجامعة الوطنية وبناء المواطنة أيضا وبناء الانتماء والهوية والأشياء هذه فأنتوا شرائكم في في جانب الوجداني هذا والقيام والمبادئ وبناء هذه المثل في داخل شخصية هذه الطالب اللي هو على أعتاب العمل في سوق العمل على أعتاب سوق العمل ما تخافون أن يعني قصة مثلا التعليم على البعد هذه يعني تنتهك هذا الحق اللي من حق الطالب أنه ما يتخرج إلا وهو معبأ وجدانيا لمواجهة أي يعني أي أي مشكلات في المجتمع أو صعوبات يواجهها في العمل أيوة يعني أنا أتكلم عن الجانب الوجداني الأخلاقي القيمي شوفي دايما إحنا نقول البيت والمجتمع والأسرة هاي من المثلث يعني يقوم على بناء الطالب أو بناء شخصية الطالب صحيح الآن 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 البيت والمجتمع والجامعة أصبح الآن السوشال ميديا أيضا تدخل فيه شخصية الطالب بالضبط فبالتالي يعني أنا أتمنى وهذا اقتراح من خلال برنامجكم هذا أن المجلس أو الوزارة التعليم العالي تحاول أن تخصص مراكز معينة أو مؤسسات معينة تقوم بعملية تأهيل للطالب هذه سد الثغرة أيوة تسد الثغرة هذه لأنه مش كل الدور يقوم به جامعة قطر جامعة قطر يعني مشكورة تقوم على تدريس الآلاف المؤلفة من الطلبة والطالبات نخط عليها عاتق أيضا ليش المؤسسات التعليمية اللي هي مكملة للمدارس ومكملة للجامعات ليش ما تقوم بهذه العملية يعني تكون الجسر ما بين الطالب والجامعة وما بين الطالب والوظيفة يعني اتأهلة الأخت مثلا عندها يعني الأستاذة منا عندها مركز تدريب تقوم بتدريب وتأهيل الطالب بعد التخرجة إلى مجال الوظيفة إلى سوق العمل بس أنت منا تحقيقين تكنولوجيا تكنولوجيا ومهنيا أيوة يعني نحن نتكلم جماعة نتكلم عن شيء هذا الشيء أنا رأي من بداية عدة موجودة في قطر في مراكز اللي يتأهل الطلبة نفسيا في مراكز تأهل الطلبة تربويا دكتورة أمينا يعني إحنا أنتو تعرفون التعليم لا يمكن أن يغفل التعليم الحقيقي لا يمكن أن يغفل الجانب الوجداني تعليم عن بعد رائع وجميل وفيه من الأشياء اللي بتنقذ يعني فيه من المميزات اللي بتنقذ أي حد مش قادر يتعلم هذه حقيقة بس مثل ما قتلك يعني أنت لو أم مثلا وعندتش بنت وهي عندها تختارها المجالين التعليم التقليدي أو التعليم عن بعد عندها مجال ما عندها ظرفية منعاش تختارين لها في معايير مثلا الجامعات التعليم عن بعد مبلازم أن الطالب يتخرج من الثانوية على طول يختار التعليم عن بعد إحنا يعني أول ما تسننا للقوانين في مصر كانوا يقولون أنه ما نقبل الطالب الخريج حديثا اللي ما رأى الفكرة ليش الفكرة أن مش كل الطلبة تطلع من الحرم الجامعي هذا كان هدفهم وبصراحة أنا أحترم عندهم هاي الهدف نفس الشيء الحين هذا الشيء ممكن أن إحنا نسوي نية عندنا أن نخلي الطالب مش الخريج الحديث هو اللي يدخل التعليم عن بعد عموما في كل الجامعات عندهم هاي المعايير لأن في قبول الطالب الجديد مثلا أن شهادة ما تكون الثانوية العامة أكثر من أربع سنوات هذه عموما في بعض مثلا عند جامعة قطر إذا فاتت سنتين أو ثلاثة على الشهادة خلاص تعتبر الشهادة خديمة يجبرونهم الطلبة يعيدون الثانوية العامة وفي أيضا المجامية وفي أيضا المجامية أنا أتفق معاكم على أن التعليم عن بعد جيد ممتاز خيار ثاني خيار ثاني نجد أن نأكد على أنه خيار ثاني في حالات الظروف وفي حالات اللي تمنع فعلا من اختيار الخيار الأول وبنرجع لآراء الناس الحين لأننا احنا شاركناهم معانا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي خذنا رأيهم في هذه المسألة وهم لهم آراء أيضا كثير جميلة رح نستفيد منها لكن بعدها الفاصل رجعنا لكم من جديد وما زلنا مستمرين معاكم في حلقتنا اللي تتكلم عن نظام التعليم عن بعد طبعا احنا ضيفاتي العزيزات حتى يعني نأخذ آراء أكثر وانطباعات أكثر حول هالنظام طرحنا سؤال ما رأيك في تطبيق نظام التعليم عن بعد عبر السوشال ميديا وصراحة ردود الناس وتفاعلهم مع الموضوع كان كبير ووصلتني أنا شخصيا رسالة أن الموضوع فعلا هاجس ومهم أنا راح أطرح عليكم بعض الآراء وراح أخذ تعليقاتكم عليها كونكم يعني داخلين في هذا المجال بشكل كبير مونة عندنا الأخذ جواهر الثاني قالت في هذا الموضوع أو أجابت عن هذا السؤال الأجابة التالية التعليم عن بعد هو من أفضل الوسائل الحديثة للأمهات والموظفين وكل من لديه الرغبة في استكمال تعليمه حلو مثل ما قلت لك هاي من البداية هو التعليم فرصة لكل إنسان على واجه الأرض أو في أي مجتمع أنه هو ينفتح للباب في التعليم للأخذ جواهر أعتقد أنها حطت مثل ما قلت ومن شوي الفئات الفئات اللي المفروضة تستفيد من النظام أنا أضم صوتي لصوتها لأن إحنا كمجتمع يعني قطري أو مجتمع خليجي أو قطري بالذات أن إحنا زواج مبكر كثير خصوصاً أنا أتكلم عن السيدات زواج مبكر كثير في منهم أصلاً يترك التعليم ويتفرغ للإنجاب والأسرة والزوج فبعدين لما شوي شوي العيال يكبرون تحس أنها لم يقادر تتواكبهم فبيكملون تعليمهم مثلاً نقول تطلعت من الإعدادية تكمل بقية المراحل التعليم عن طريق اللي هو الدراسة إما المسائي أو المنازل فلما لما تيجي الحين تبغي تكمل جامعة فما تقدر في المتفاترة الصباحية تكون ممكن موظفة تكون ممكن يعني مرتبطة بأمور أخرى فتبغي شيء أيضاً يعني يخليها أنها تكمل وهي في بيتها مثل مثل الظرف اللي هي كملته وكملت أول ثانو 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 منازل نفس الشيء تبغي فإذاً تعليم عن بعد أطاح لها الفرصة وجاب لها لين البيت مش مطلوب منها غير شاشة كمبيوتر وبعض البرامج التعليمها صحيح ولكن أعتقد يعني إحنا عندنا كثير نماذة جميلة لو يعني يعني في حياتنا من أمهات فعلاً تزوجها وكملها وأيام تذكرون يعني أنت صغيرة أيام محوى الأمية مدارس المنازل تذكرين كانوا كلهم أمهات وكانوا سبحان الله اللي عند الرغبة في التعليم ما يمنعها الظروف ما يمنعها ما يمنعها الظروف يوسف يوسف الأخ يوسف يقول الواجب علينا كأمة عربية وإسلامية أن نطرح برامج تنافسية بنظام التعليم عن بعد ويقول أيضاً أن بدأت جامعة قطر بطرح مجموعة من المواد بنظام التعليم عن بعد في خطوة طيبة نتمنى أن تتلوها خطوات في ذلك المجال يكمل أيضاً يقول الموضوع لا يعني أن يفتح الباب على مصرعي فمن الممكن التحقق من جودة التعليم من خيال تقييم الخريج قبل الاعتراف بشهادته صح وأنا مع أني أنا أول شي أول شي أختار الجامعة والجامعة لازم تكون معتمدة من جهات رسمية هنا ثاني حاجة لازم أنا أحط لها معايير وأحط لها أسس وفي نفس الوقت بعد ما يتخرج الطالب ما أقول والله أني أنا أعطيه درجة وظيفية واربطها بالشهادة الأكاديمية دائماً أقول عدم ربط الجهات المؤسسات الدولة في الوظائف ربط ربط المعادلة الوظيفية بالمعادلة الأكاديمية الشهادة ما أخذها حاج نفسها ما أخذ الشهادة حاج نفسها مش ما أخذها عشان بس يتوظف فيها إذا هاضي نقشلناها من رؤوسنا إحنا بنتعلم صحيح لأن الإنسان لا بدان يتعلم لنفسه أولاً يفيد نفسه ويفيد بلده بعدين الوظيفة أمبلأ في الوظيفة فيه هناك يعني الموارد البشرية تقوم بتأهيلها كموظف أيضاً لازم تكون تقوم بتأهيلها كموظف نخليه فترة تدريب ستة شهور قبل ما نخضعها للوظيفة فترة تدريب على نفس الأماكن تدريب عملي يقعد وكذا وما نعينا إلا لما نقيم الموظف فيه بعدين نعينا هذه تشوفوا أنا أقول لكم على وجهة نظرة في هاي الموضوع الصراحة إذا أنتوا يعني إذا صار اعتراف بهاي المسألة وصار اعتراف بالشهادات يعامل الكل سواسية خريج الجامعة التقليدية وخريج الجامعة اللي بيتعلم عن البعد مثل ما الثاني ياخذ ثلاثة شهور ويتثبت خلاص حتى الثاني ياخذ ثلاثة شهور ويتثبت إذا صارت فيه قناعة وتم أقرار النظام وتم الاعتراف بالشهادات يعامل الكل معاملة وحدة لأنه ما يصير نترك لهم الباب مساكين يتعبون وبعد هذا تعب ترى ويدرس ويمتحن وفي الأخير أجي أنا أحط له شروط وقيود أخرى ترى مثل مثل الثاني تعب خلينا نشوف فيصل الدوسري أيضا شي يقول مونة يقول أن يتساوى التعليم عن بعد والانتظام في فرص العمل وإكمال الدراسات العليا أو تعديل الحالة التعليمية لدى الجهة العمل يطالب أيضا يقول على ومع لما سبق يجب أن يتم اعتمادها رسميا بالدولة كشهادة معترب بها قبل أن ينخرط العديد من الناس وتحصل مشالك شاكل يقول كلام جيد جدا سيكون مفيد فقط يعني هنا بدري أنت مونة أو الدكتورة مونة قولي لنا بعد رايش ممكن الدكتورة تعلق سيكون مفيد فقط للتخصصات الأدبية والنظرية وللموظفين القدامى أو اللي عندهم ظروف غير ذلك لن يجدي نفعا بالضبط شوفي التخصصات احنا يعني في مجال التعلم عن بعد التخصصات اللي تحتاج معامل مش كلها تخصصات عموما حتى في الجامعة ما تفتح كل التخصصات صحيح التخصصات اللي تحتاج معامل يعني مثل كهندسة كأمور هذه صعبة جدا الكيميا والكونزيا التعليم عن بعد نكون منطقيين يعني التخصصات الأخرى اللي ما تحتاج إنه هي يشتازها لأن أنت عشان تكونين مهندسة تحتاجين ساعات تقضينها في المعمل وماش تستهاج ساعات ما تقدرين تتخرجين فنكون واقعيين احنا في بعض التخصصات مع التطوير التكنولوجي والرقمي ممكن إن شاء الله نوصل لها المرحلة الموضوع مش مش كبير يعني تحتاج مجرد تهيئة يعني أدوات معينة للطالب وممكن نشتازها بس بعد فترة معينة هنا هنا الأخت هنا وفي تقول أظن أنه مجدي ومفيد في بعض التخصصات التي لا تحتاج للتدريب وتعتمد على التوجيه كما أنه يساعد على تطوير الفرد وزيادة المعرفة شرايش فيها الجملة يساعد على تطوير الفرد وزيادة المعرفة دكتورة طبعا يعني مثلا على سبيل المثال مدير شركة أحياناً أحياناً يفكر فبالتالي فبالتالي المحاسب أو المدير إدارة أو رئيس قسم أو كذا يقعد يطبق الذي يأخذه نفس الشيء مدير العلاقات العامة إذا دخل كلية الإعلام قسم علاقات عامة يستطيع أن يطبق ما يأخذه أكاديمياً على التطبيق العملي أيضاً الصحفي هناك كثيرين عندنا من الخرجين الجامعات تخصصات مثلاً مش صحفية تخصص مثلاً لغة عربية تاريخ كذا والصحافة عندهم هواية أو كذا أو الكتابة عندهم حس عندهم شغف بممارسة هذا المجال ففتح لهم باب التعليم عن بعد على أساس أن يعني يطبق اللي يأخذه سواءً صحافة إدارة برامج إخراج صحفي إخراج تلفزيوني كل هذه البرامج يقدر أنه يأخذها من خلال التعليم عن بعد فبيطبقها على ما يسويه في العمل دائماً أنا بصراحة أتمنى أن جميع المؤسسات الدولة يشوفون الطلبة اللي عندهم الحين أو يشوفون موظفينهم موظفينهم اللي تركوا مجال التعليم وهم عندهم ما زالوا عندهم ثانويات عامة يحفزونهم أنهم يدخلونهم التعليم عن بعد الآن شكراً دكتورة الآن أكثر التغريدات اللي وصلت والملحوظات على فكرة فريحين أهم بالموضع يعني ما شفنا نقد ولا شفنا يعني أي شيء إذن إيجابياتها أكثر من سلبياتها إيه 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 إحنا ما قلنا إحنا السلبيات لا تذكر دكتورة السلبيات لا تذكر لكن لكن ما في شيء في الدنيا ما في شيء في الدنيا هذه شيء طبيعي كل شيء إيجابيات ليس سلبيات الحين أيضاً فيه كلام جميلة تقولها هاي الأخت الصراحة يريد أننا إحنا أيضاً يعني نختم في حلقتنا هي تقول تحويل التعليم من طريقة للحصول على وظيفة يعني هي ردها على السؤال شوفوا كيف كان ردها تحويل التعليم من طريقة للحصول على وظيفة أو مرتبة اجتماعية وإعادته إلى غايتها الأصلية وهي التطوير وخدمة المجتمعات وذلك بإتاحة لجميع فئات المجتمع وبالتخصصات المواسبة لكل شخص مما يتيح لمن يحتاج نوعاً ما من العلوم الحصول عليه دون الحاجة لتفرغ كامل وقتها للتعلم هي طبعاً تأكد على نقطة التعليم عن البعد أنه رح يتيح الفرصة لكن هي كلمة قالت جملة كثير عجبتني أتمنى أسمع تعليقش وأسمع تعليقش دكتور الجملة الأولى التي تقول أننا نريد للتعليم أن يعود إلى غايته الأولى وهي يعني أن يكون هو الإنسان يطلب له لنفسه أنا يبي يتعلم ومش عشان الوظائف وهذا اللي قلت قلت إذا كان ما نربط المعادلة الوظيفية بالمعادلة الأكاديمية أن الإنسان لا بد أن يعني يسعى للتعليم لكي يطور من نفسه أولاً ثم يطور من المجتمع اللي حواليه وبلده صحيح فبالتالي إذا أنا حبيت التخصص ليش أقولك التعليم المفتوح تقدرين أنت تبدعين فيه ليش لأن إختيارك للتخصص أنت ممثلاً أنت تبين علام والله ما لحكتي تسجلين سكروا المجموعة خلاص لا عيالي شنو أأجل أخذ التير ملياي هاي بعد يعني لمساوة لا طيب أديش التخصص اللي عقبة في كثير من الطالبات أنا عارف قاعدين يجوني أنهم يعني دخلوا بعض التخصصات في الجامعة هم مش رغبينها بس انفرضت عليهم لكن التعليم المفتوح لا التعليم المفتوح مش مربوط بالسنة التخرج يعني ممكن تتخرجين في أربع سنين وممكن تتخرجين في خمس سنين يعني مثلاً على سبيل مثال عندنا جامعة القاهرة عندها خمس مقرارات تطرحة في كل الفصل دراسي تقدرين تاخذين مننا ثلاثة وتخذين الاثنين حق الفصل اللي بعدها يعني حسب الظروف حسب الظروف يعني ما بين ان تكييف الطالب لظروفه المادية وظروفه المعنوية المادية يمكن انا ما عندي المبلغ الطائل ان انا ادفع خمس ست مواد مرة وحدة والمعنوية ان انا ما عندي الوقت وما عندي المجال الكافي ان انا ادرس خمس كتب في فترة مثلاً ست شهور او سبع شهور لان انا مرتبطة بأسرة مرتبطة بعمل مرتبطة بأمور أخرى فاذا الطالب يكيف نفسه وظروفه لهذا التعليم فاذا التعليم هذا يعني شكل ما نقول مطاط يعني يعطيك المجال ان تكيف نفسك على حسب ظروفك لاستقبال مثل هذا النوع من التعليم او هو اللي يكيف نفسه حسب ظروفه مطاط يكيف نفسه الطالب يكيف نفسه مثل هذا النوع من التعليم صحيح مونة ما علاقتينا على جملة انا اي جملة حقيقة ملفتة يعني من رأيي أنا أشوفها مثل ما قلنا بداية الحلقة هو تأخير اعتماد هذا النوع من التعليم هذا السبب أصلا يعني فيه ناس مثلا عندهم بالنسبة لهم أن هذا أسهل أسهل طريق أنهما يتخذونه في تأهيلهم للوظيفة أو يدخلون جامعات بس مجرد حصولهم على ترقية معينة وهذا طبعا كله خاطئ مفاهيم خاطئة لو تجيين حق البرنامج في تطبيقه الصحيح وفي معاييره صحيحة جدا صعب ممكن الطالب في التعليم التقليدي ما يشتاز التعليم عن بعد لو دخلنا برنامج التعليم عن بعد ما يقدر يشتازه يعني فلازم نحن نسوي توعية للناس نعلمهم إيش معايير هذا التعليم إيش مفهومة إلى أي مدى أنت يوصلك لأن مخرجات هذه التعليم الصحيحة جدا ثرية في المجتمع يعني لها فعالية جدا عندك شيء من هذه المخرجات يا مونة تحضرتش الآن على المجال المهني في مخرجات يعني أقلب مثلا عندت إدارات يعني مدارس في التطوير في تطوير الإدارات والتوظيف يغير من فكر الإنسان وبعدا في جانب مهم جدا يمكن في هاي الموضوع اللي هي جانب تحمل الفرد مسؤولية نفسه وهذه بروحة يعني هي بروحة بمجرد ما يتدخل هالمجال خلاص خلاص تسطل من شخصيات الأنسان نعم تخلق إنسان قيادي إنسان قيادي وأصلا إحنا هذه أهم أهدافنا في نشكل جيل أو نبحث عن جيل عند بذرة القيادة ففعلا إذا اعتمد على نفسه وتعلم تعليم ذاتي هو لازم يعني إحنا نتمنى طبعا في الأخير أن أي مجال للتعليم يتاح لكل الناس الأهم أيضا أن حضرتك مثلا دكتورة بموقع الطلبين يتواصلون معاك على أساس أنت وكيل مثلا جامعات النصيحة مطلوبة يعني المفروض أنت أيضا تنصحينهم أنه والله مثل ما قلت مثلا مونة ترى المسألة موسهلة ترى أحيانا ممكن حد يقدر يتجتازه عساس أن الإنسان يختار الطريق الصح أما اللي عندهم ظروف فلا حول ولا قوتين اللي عنده ظروف ما يحتاج أنه حتى يجي إلى تعليمني للبيت هم بيلاقي لمشكلة ويقول لا أنا ما أقدر شوفي شيء مثل التعليم بالذات إذا الرغبة مش موجودة داخل الإنسان نفسه صح مهما كيفتي له من الظروف وأتحتي له من الفرص أيضا هو خلاص يعني هو ذاته ما يبغي كلام جميل كلام رائع يعني يمكن من أحلى الجمل اللي ذكرتها الدكتور اللي أنا حين يعني يعني فرحانة أنت قلتيها في آخر الحلقة أن الإنسان اللي لرغبة في التعليم ما في شيء أبدا رح يقف في الطريق وأنا شكرت للإشتكتورة على ما أثرتي بهالحلقة شكرا لك أختي مونة أيضا على ما قدمتي في هذه الحلقة أيضا أنا أشكر المشاهدين الكرام اللي شاهدونه في هذه الحلقة والمغردين والنشطاء أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي على إضافاتهم القيمة ونلدكيكم على أخير بإذن الله الأسبوع المقبل بإذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة